لو عندك او بتشتكي من امساك في الحمل ففي خمس حاجات المفروض تعمليهم طلعي كراس تواجب الحمل وكتبي ورائي رقم واحد اهتمني بالاكلات اللي فيها الياف كتير زي الخضار والفاكهة سيب لكم تحت في الكومنتات شوية اسماء وصور لفاكهة تساعدكم بشكل كبير قوي ان انتم تتخلصوا من الامساك الفاكهة والاكل والخضار اهم من العلاج رقم اتنين احنا عارفين طبعا ان احنا بشكل عام في الحمل لو ما فيش اي مشاكل رفعين شعار الحركة بركة فعايز اقول له حضرتك يعني لو ينفع تتمشي لو عايزة تخشي في مستوى تاني وتعملي تمالين الحمل اسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات بس قبل ما تعمليه لازم تستأذن الدكتور بتاعك عشان تعرفي ام كانت مناسبة لكي ولا انت حالة خاصة ما ينفعش معها التمالين دي رقم تلاتة نشرب مياه شرب مياه كتير بتخلييني رجع يا دكتور يبقى نمشي بنزام تتا تتا بقق كده يعني تب عاملة تارجت ليكي ازا ستين مياه وكل شوية تشرب منهم بقق بقق بقى انت فاهمين الجو ده رقم اربعة عايزك وانت قاعدة في الحمام تحطي كرسي تحت رجلك يرفعها زي الشكل ديها عشان ده بيساعد بشكل كبير قوي ان انت تعملي حمام بشكل اسهل واكثر ثلاثة حلوة ثلاثة دي صح رقم خمسة احنا عارفين طبعا ان احنا اي حاجة بتظهر علينا في الحمل لازم نبلغ الدكتور بتاعنا بس لو انت الدكتور اداك علاج وقال لك التعليمات اللي احنا قلناها دي ولسه عندك امساك يبقى نرجع للدكتور تاني عشان خاطر يستفسر منك على شوية حاجات كده وممكن يغير لك الدواء ولا حاجة ما تنسوش تبصوا بصة على بقية الفيديوهات بتاعة كراسة واجب الحمد كمان لو عندك سؤال وحبا يكون اجابة عليه جزء من فيديوهاتنا اللي جاية يبقى تسيبنا السؤال في الكومنتات شكر للناس اللي بتعمل لايك وكمانت وشير عايز اقولكم ان انتم سببت العدد الكبير اللي بنيوصلوا فانشاكر لكم جدا لا تنسوا الوالد من صالح تبعوكم برحمة ومفرقة وجنة واشوفكم على خير ان شاء الله